اشتركوا في القناة 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 والحين نشرح شوية عن اللعبة بعد ما تنزل اللعبة وتلعب القصة اللي هي المرحلة الاولى يعني وتذبح البوس راح تفتح لك مهمات جانبية وتقدر تلعبها وتستكشف عالم اللعبة وتلفل العالم لين توصلها عالم خمسة نفس لعبة The Division وبعدها تقدر تفرم على الدروع واسلحة اللجندرية بس طبعا قالوا نسبة الحظ ضعيفة جدا ان تحصلها يعني بس موجودة يعني بس حتكون نسبة الحظ ضعيفة ان تحصل على الدروع اللجندرية او الاسلحة ونفس اللعبة الاساسية الدمو راح يكون في راح يكون الدمو نفس اللعبة الاساسية وفيه اربع شخصيات وتقدر تختار بينهم او اذا تبي تجربهم كلهم وتسوي اربع شخصيات بس كل شخصية راح تبدأ فيها تسويها من جديد يعني لازم تلعب القصة من البداية والشخصيات هي الاتية بيرومانسر نفس ما انتم شايفين بالصورة وفيه شخصية الدفستيتر انا شبه بالتايتن وفيه تركستر شبه بالهنتر هذا وفيه شخصية تيكنو مانسر وانا اشبه صراحة بالورلوك واعلي لفل تقدر توصلها بالدمو هو لفل سبعة وتقدر تفتح اربع قدرات ومهرتين للشخصية وطبعا انت قدم اللي راح توصلها بالدمو حك كل شخصية راح ينحسب في حال عجبتك اللعبة واشتريتها وجذي احنا كون وصلنا لاخر الفيديو اعتقد انه غطينا كل شيء مهم عن اللعبة واتمنى يكون عجبكم الفيديو وماكن طولت عليكم واتمنى اذا مو مش تركين اشتركوا ولا تنسون اللايك واذا فيه اي تعليق او استفسار حطوه بالتعليقات تحت وشكرا لكم